بيعة الغدير بيعة محمدية بالأصالة وإذا أردنا أن نفهم مضمونها لا بد أن نعرف أن لبيعة الغدير وجهين وجه ثابت على طول مرحلة التأويل ووجه متحرك بحسب زمان إمامة كل إمام من أئمتنا صلوات الله عليهم هناك الوجه الثابت لبيعة الغدير من يوم بيعة الغدير وإلى آخر يوم من أيام الدولة المحمدية العظمى في نهاية عصر الرجعة العظيمة على طول مرحلة التأويل هناك وجه ثابت يمكنني أن أشير إليه بهذا التوصيف بهذا التعريف فبيعة الغدير من هذا الوجه هي بيعة إلهية محمدية علوية نحن في الغدير نحن في الغدير بايعنا الله أولا وبايعنا محمدا ثانيا وبايعنا عليا ثالثا ولنفكاك بين هذه العناوين من خيبتكم في صلواتكم في التشهد الوسطي والأخير لا تذكرون عليا بعنوان الوجوب بل تتجنبون ذكره لأن الخونة في النجف أصدروا لكم الفتاوى من أن ذلك يبطل صلواتكم بيعة الغدير حينما بايعنا فإن بيعتنا كانت لله أولا ولمحمد ثانيا ولعلي ثالثا وكل ذلك بنحو الوجوب القطعي لا يوجد أي فكاك بين هذه العناوين الله محمد علي هذا الوجه الثابت لبيعة الغدير على طول خط التأويل على طول مرحلة التأويل من يوم غدير خوم وإلى آخر يوم من عمر الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة هذا الوجه الثابت لبيعة الغدير وهناك الوجه المتحرك لبيعة الغدير فبيعة الغدير في وجهها المتحرك زمن إمامنا الحسن المجتبة صلوات الله عليه هي بيعة إلهية محمدية علوية حسنية وفي زمن الحسين حسينية وفي زمن السجاد سجادية وفي زمن الباقر باقرية إلى زماننا هذا فإن بيعة الغدير في زماننا هذا بيعة إلهية محمدية علوية مهدوية بهذين الوجهين تصدق بيعة الغدير بالنسبة لنا هذا هو المضمون الإجمالي أما التفصيل فسيأتي بيانه بشكل موجز في هذه الحلقة الحلقة مهمة جدا إنها تشرح لكم مضمون عقد البيعة الذي بايعتم وفقا لمضمونه بيعة الغدير من دون أن تطلعوا على مضمون العقد حولوا حولوا بيعتكم من بيعة السفهاء إلى بيعة الحكماء حولوها حولوها من بيعة الحمير أتحدث عن البشر الحمير إلى بيعة الإنسان إلى بيعة البشر الإنسان حولوها وعرفوا مضمون بيعتكم حين بايعتم ولا تذهبوا وراء أولئك الخونة السفلة الذين نقضوا بيعة الغدير وبعد ذلك ورطونا في بيعة سفيهة في بيعة حمقاء مع محمد وآل محمد عبر خطبائهم عبر فضائياتهم عبر تفاسيرهم عبر وكلائهم عبر أولادهم عبر أصهارهم عبر عمائمهم الإبليسية القذرة هكذا فعلوا فينا إذن النقطة الأولى بيعة الغدير بيعة محمدية بالأصالة النقطة الثانية بيعة الغدير لها وجهان وجه ثابت على طول خط التأويل من يوم غدير خم إلى آخر يوم في الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة ووجه متحرك يأتي متناغما منسجما مع حالة التدريج التأويل مع كل مقطع من مقاطع حركة التأويل في زمان كل إمام من أئمتنا صلوات الله عليه النقطة الأخيرة وبعد ذلك سأدخل في التفاصيل الوجه الثابت لبيعة الغدير هي بيعة إلهية محمدية علوية هذا الوجه الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحرك ولا ينتقل في حالة سكون واستقرار على طول خط التأويل أما الوجه المتحرك بالنسبة لزماننا فإن بيعة الغدير بيعة إلهية محمدية علوية مهدوية مثل ما كانت في زمن الرضا على سبيل المثال صلوات الله عليه كانت بيعة إلهية محمدية علوية رضوية وهكذا في زمان كل إمام من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالنسبة للوجه الثابت الوجه الإلهي المحمدي العلوي كما قلت لكم إنها بيعة محمدية بالأصالة إذا ما رجعنا إلى الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة لاحظوا الخطاب في الآية من أولها إلى آخرها خطاب موجه إلى محمد صلى الله عليه وآله لأنه هو صاحب البيعة وهو مؤسسها وهو الداعي إليها وهو المبلغ بها وهو الذي نفذها وكل شيء من أولها إلى آخرها مرتبط به رسالته من دونها تساوي صفرا الآية هكذا تقول فالبيعة إذن محمدية بالأصالة وبالدرجة الأولى نحن بايعنا محمدا في بيعة الغدير علي هو نفس محمد لكنني أريد أن أصف الأمور بوصفها الدقيق هذه الثقافة لا بد أن تنتشر في وسطنا الشيعي على الأقل من أن البيعة هي مع محمد وحتى حينما بايعنا علي بايعنا علي بأمر محمد إذن البيعة بكل تفاصيلها بيعة محمدية خيانة الأمة لبيعة الغدير خيانة لمحمد وليست خيانة لعلي هي خيانة لعلي لكنني أتحدث عن الدقة في التوصيف في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة الخطاب مباشرة إلى محمد وليس إلى علي يا أيها الرسول خطاب إلى محمد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فهذا الأمر إليك وهذا الشأن شأنك وهذه الرسالة رسالتك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لأن بيعة الغدير هي أصل رسالتك هي جوهر رسالتك هل تستغربون هل تستغربون ذلك لأنها عن علي تستغربونها وإلا فإن العلل المركبة من الأجزاء يكون الجزء الأخير من العلة حتى لو كان صغيرا هو الأعلى رتبة وهو العلة الحقيقية بكاملها من دون أن يتواصل ويتكامل الجزء الأخير من العلة مع الأجزاء المتقدمة فلن تكون علة هناك ولن يتحقق معلول هناك ما هي قوانين الكون هكذا على سبيل المثال إذا كان هناك مشروع وهذا المشروع لا بد أن يتحقق عبر عمل لعدة جهات لعدة أشخاص الشخص الأول الجهة الأولى نفذت ما عليها على أكمل وجه وهكذا الجهة الثانية وهكذا الجهة الثالثة والرابعة إلى الجهة التاسعة والتسعين كل هذه الجهات نفذت مسؤولياتها على أكمل وجه بقيت الجهة الأخيرة الجزء الأخير من العل من العل تقاعست تلك الجهة لم تخلص في عملها النتيجة ما هي إما أن لا يتحقق المشروع أصلا وإما أن يكون بنحو بنحو يختلف عن الذي خطط له فإن المراد لم يتحقق الجزء الأخير من العلة هو علة للعلة نفسها وإن كان جزءا منها لأن الجزء الأخير من العلة هو علة لإكمال العلة وفي الوقت نفسه هو الجزء المباشر لإيجاد المعلول أليست هذه هي الحقيقة وهكذا تقول الفلسفة في قوانينها ومنطقها وهذه هي سنن الكون وقواعد الحياة من حولنا إن كان ذلك في عالم الفيزياء أو حتى في عالم السياسة والحياة الاجتماعية والاقتصادية في كل نشاطاتنا البشرية على اختلاف أنحائها في كل ما حولنا في هذه الحياة الجزء الأخير من العلة المركبة التي تجتمل على عدة أجزاء يكون علة للعلة نفسها لأنه بوجوده تكتمل العلة المركبة من دونه لا توجد علة كاملة وبوجوده بحسب الشرائط المطلوبة وبحسب الظروف المؤاتية يتحقق المعلول على أحسن وجه فالجزء الأخير من العلة هو علة للعلة نفسها لإكمال أجزائها وهو علة مباشرة للمعلول نفسه فالأمر كله والسر كله أين يتجمع يتجمع في الجزء الأخير من العلة هذا هو السر في بيعة الغدير فبيعة الغدير هي الجزء الأخير من الرسالة فهي المكمل لرسالة محمد وإلا فإن رسالة محمد ليست بمعزل عن بيعة الغدير ولا يوجد هناك انفصام بين محمد وعلي بيعة الغدير هي الجزء الأخير ولذا ماذا نقرأ في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم هناك دين ولكنه بحاجة إلى إكمال وهذا الإكمال كان بالجزء الأخير والجزء الأخير هو الجزء الأهم هو الذي يكمل العلة وسيوجد المعلول فإنه سيكمل الدين وسيوجد الهدى سيوجد حقيقة الدين على الأرض هذه بيعة الغدير فبيعة الغدير محمدية بامتياز وبالأصالة إنها الجزء الأخير من الرسالة المحمدية وفي الوقت نفسه فإن الجزء الأخير هو الذي يوجد الرسالة بكلها الجزء الأخير من العلة المركبة والرسالة مركبة الرسالة مركبة من أجزاء كثيرة وهذا هو الجزء الأخير الذي يكملها ويوجدها كاملة وفي الوقت نفسه كل آثار الرسالة ستتحقق عبر هذه البوابة هذا الحديث يشير إلى هذا المضمون من بعيد أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة الحكمة وعلي بابها علي مني بمنزلة رأسي من جسدي الجسد من دون رأس هل هو جسد حي علي مني بمنزلة رأسي من جسدي علي جلدة ما بين عيني الجلدة ما بين العينين إذا اختلعناها هل يبقى وجه لن يبقى الوجه منتظما جلدة ما بين العينين هي التي تجعل الوجه منتظما علي جلدة ما بين عيني المضامين كلها تتسق اتساقا واضحا أنا لا أستطيع أن أستعرض لكم كل النصوص وكل المضامين فماذا أصنع لهذا الوقت الذي يسابقني وأسابقه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وتستمر الآية تتحدث عن شؤون محمد والله يعصمك من الناس ما قالت الآية والله يعصم علي من الناس لأن الشأن محمدي بامتياز لأن البيعة محمدية بامتياز في كل تفاصيلها يا أيها الرسول الخطاب لمحمد بلغ ما أنزل إليك من ربك التبليغ كان لمحمد وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والرسالة رسالة محمد والله يعصمك من الناس والحماية من الناس لمحمد أيضا إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين كفروا بأي شيء بما بلغ به محمد بأي شيء كفروا كفروا بما بلغ به محمد فبيعة الغدير محمدية بامتياز وفي الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم هذا هو دين محمد هو دين علي لكن بالأصالة ماذا نقول دين محمد الذي أكمل هو دين محمد فيوم الغدير هو يوم محمد قبل أن يكون يوم علي صلى الله عليهما وآلهما اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أتممت عليكم نعمتي ما هي هذه النعمة التي أتمها الله النعمة محمد بالأصالة وأتمها بعلي فالأصل في النعمة محمد ورضيت لكم الإسلام دين هذا هو إسلام محمد قبل أن يكون إسلام علي علي هو الذي يقول أنا عبد من عبيده البيعة محمدية بامتياز هذا هو مراد من الشأن الرابع من شؤون النبوة الخاتمة بالعنوان الذي ذكرته لكم بيعة الغدير المحمدية نذهب إلى فاصل تعالوا إلى خطبة الغدير خطبة الغدير هل هي علوية أم محمدية إنها خطبة محمدية من أولها إلى آخرها الكتاب الذي بين أدي هو إقبال الأعمال لسيد ابن طاوس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلم الطبعة الأولى ألف وتسعمية أو ستة وتسعين ميلادي بيروت لبنان خطبة الغدير لها أكثر من نسخة وهذه نسخة من نسخها ومع تعدد النسخ لكن المضامين الرئيسة هي هي هذه من النسخ المهمة والمهمة جدا لخطبة الغدير لأنها جاءت واضحة في مضامينها وهذه المضامين منتشرة في ما جاء بخصوص فحوى بيعة الغدير المحمدية ماذا يقول محمد صلى الله عليه وآله وهو يخاطب المسلمين في جانب من خطبته ألا وإني عند انقطاع خطبتي يعني بعد أن يتم كلامه صلى الله عليه وآله ألا وإني عند انقطاع خطبتي أدعوكم إلى مصافحتي على بيعته والإقرار له المصافحة مع محمد بالدرجة الأولى وبعد أن يصافح محمدا يصافح عليا بيعة محمدية كما قلت لكم والكلام محمدي والعقد عقد بيعة الغدير مع محمد عقد محمدي لماذا ثقفنا من أن البيعة علوية فحسب لأن حوزتنا تنظم عقاعدها وفقا للإيقاع الناصبي هذا هو السر كل ما عندنا حتى ما عندنا من شيء صحيح فقد جاء مذكورا ومرتبا وفقا لإيقاع ثقافة سقيفة بني ساعدة وكل ذلك باختيار من قبل مراجع النجف من قبل مراجع سقيفة بني طوسي مذ أسس طوسي حوزة النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة هكذا يقول رسول الله ألا وإني عند انقطاع خطبتي أدعوكم إلى مصافحتي على بيعته والإقرار له ألا إني بايعت لله وعلي بايع لي وأنا أخذكم بالبيعة له عن الله البيعة محمدية بالكامل دقق النظر معي في هذه الكلمات ألا إني بايعت لله محمد يقول بايعت لله ثم يقول وعلي بايع لي المحور محمد في الموضوع ما بين الله وعلي محمد ألا إني بايعت لله وعلي بايع لي وأنا آخذكم بالبيعة له عن الله قلت لكم هذا هو الوجه الثابت الله الله محمد علي تذكروا ذكر علي بنحو الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير من صلواتكم الواجبة وإلا فصلواتكم باطلة صلاتكم صلاة السفهاء مثل ما بيعتكم حين بايعتم محمدا وعليا في الغدير بايعتم بيعة السفهاء لا تعرفون مضمون بيعتكم وقعتم على أعظم عقد في حياتكم وأنتم لا تعرفون شروطه وخصائصه كما يقول العراقيون في ثقافتهم الشعبية عساها اببختهم اببخت ذول الثولان الغبران بالنجف عساها اببختهم ألا إني بايعت لله وعليا علي بايع لي وأنا أخذكم بالبيعة له عن الله فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما إلى آخر خطبة الرسول صلى الله عليه وآله لكن كلامه هذا واضح وواضح جدا في أن مدار البيعة محمد صلى الله عليه وآله أقرأ الكلام مرة أخرى عليكم تدبروا فيه كي تعرفوا مضمون بيعتكم كي تعرفون من بايعتم ولماذا بايعتم وعلى ماذا بايعتم حولوا بيعتكم من بيعة السفاهة إلى بيعة الحكمة من بيعة الاستحمار إلى بيعة الإنسانية ألا إني بايعت لله وعلي باي علي وأنا آخذكم بالبيعة له عن الله فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ندخل في الخطوط الإجمالية لمضمون البيعة المحمدية من هنا بدأ التأسيس حين رفع أمير المؤمنين رسول الله رفع أمير المؤمنين وصار بجانبه بجانب رسول الله رفع موقفه ثم قال رسول الله أيها الناس أيها الناس من أولى بكم من أنفسكم هذا هو جذر البيعة أيها الناس أيها الناس من أولى بكم من أنفسكم قالوا الله ورسوله الناس هكذا قالوا الله ورسوله هو الذي أولى منا بأنفسنا فقال رسول الله ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه فمن كنت أولى به من نفسه فهذا علي مولاه هو أولى به من نفسه أيها الناس أيها الناس من أولى بكم من أنفسكم قالوا الله ورسوله فقال ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه الله أولى منا بأنفسنا محمد أولى منا بأنفسنا علي أولى منا بأنفسنا هذا هو الوجه الثابت لبيعة الغدير على طول خط حركة التأويل من يوم غدير خوم إلى آخر يوم في الدولة المحمدية العظمى في نهاية عصر الرجعة العظيمة الله أولى منا بأنفسنا لماذا نحن عبيده محمد أولى منا بأنفسنا لماذا نحن عبيده أيضا ما هو الأمر هنا وهنا على حد سواء علي أولى منا بأنفسنا لماذا نحن عبيده إنني أتحدث في أجواء ثقافة العترة الطاهرة لا شأن لي بثقافة سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بثقافة سقيفة بني نجاف بني طوسي بني مرجعية لا شأن لي بهم ربما أصابوا في بعض الأشياء لكن المنهج بالكامل منحرف عن بيعة الغدير هؤلاء خانوا بيعة الغدير واقعهم العملي يشهد بذلك بنحو تحقيقي وقطعي أولى منا بأنفسنا الله سبحانه وتعالى محمد علي أقف عند علي والأمر هو عند الحجة بن الحسن فإن فإن الوجه المتحرك لبيعة الغدير يشتمل على هذا المضمون يشتمل على أن الإمام هو أولى منا بأنفسنا في كل مقطع من مقاطع الأزمنة من أزمنة أئمتنا جميعا فما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم ما نحن هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا نقرأ من عبارة مهمة جدا تدبروا معي في هذه الكلمات إنني أقرأ من الزيارة الجامعة الكبيرة وتحديدا من مفاتيح الجنان فمعكم معكم سادتي آل محمد سادتي آل علي سادتي آل فاطمة سيدي يا بقية الله فمعكم معكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم هذه خلاصة في قمة روعة التعبير الأدبي تلخص لنا مضمون بيعة الغدير في الوجهين في الوجه الثابت والمتحرك فمعكم معكم وهل هناك من غرابة في ذلك إنني أقرأ من القول البليغ الكامل هذا هو دستورنا العقائدي هذه هي نقطة من النقاط اللامعة البراقة التي حدثتكم عنها يوم أمس في حركة المسيرة التأويلية لأئمتنا وحينما وصل الحديث إلى إمامنا العاشر في سلسلة الأئمة الأوصياء إلى إمامنا الهادي صلوات الله عليه ومن أنه قد ميز الأمور تمييزا ووضع النقاط اللامعة البراقة الواضحة فوق حروف الحقيقة هذا مصداق من مصادق كلامي الذي مر علينا في الحلقة الماضية فمعكم معكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم إلى آخر الزيارة الشريفة فصاحب الأمر بحسب الوجه الثاني لبيعة الغدير والوجهان لا ينفكان عن بعضهما لن نكون مبايعين ببيعة الغدير ما لم نلتزم بالوجهين الوجه الثابت بيعة إلهية محمدية علوية هذا وجه ثابت وهو الذي أتحدث عنه الآن ووجه متحرك بيعة إلهية محمدية علوية مهدوية باجتماع الوجهين تتحقق البيعة لو أننا وقفنا عند الوجه الأول فإن البيعة باطلة بيعتنا مع علي هي بعينها بيعتنا مع الحجة بن الحسن ولذا من أنكر آخرهم فإنه قد أنكرهم جميعا فأنكر علي وأنكر بيعة الغدير وأنكر محمدا وأنكر الله أنكر الله أنكر دينه أعود إلى أصل البيعة الذي ساقنا وقادنا إلى هنا إلى زيارة الجامعة الكبيرة ما بدأت به من ذكر أصل البيعة التي أسس عليها رسول الله في خطبته وفي عقد بيعة الغدير من هو أولى بنا بأنفسنا الله محمد علي في الوجه الثابت من بيعة الغدير وفي الوجه المتحرك إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إنما أميز لكم بين الوجه الثابت والمتحرك كي تتضح لكم الصورة وكي يتجلى لكم المعنى واضحا وإلا ففي منطق الحقيقة ليس هناك من ثابت ولا متحرك لكنني أنظر إلى ما يجري على أرض الواقع بحسب شؤون هذه الدنيا أما إذا نظرنا إلى أعمق الموضوعات وأعمق المعاني في أصل الوجود فليس هناك من ثابت ومتحرك في بيعة الغدير هي البيعة التي بها سكنت السواكن وتحركت المتحركات هكذا نخاطبهم في الزيارة الجوادية بهم 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 سكنت السواكن وتحركت المتحركات فذلك شأن يتجاوز عنوان الثبات والسكون وعنوان الحركة السر عميق وعميق جدا لكننا سنبقى محبوسين بحدود عالمنا نحن ترابيون ونحن محبوسون في عالم التراب هذا ومحكمون بقوانين التراب فعلينا أن نتعامل مع واقعنا من حيث هو ورحم الله امرئا عارف قدر نفسه هذا هو قدرنا وعلينا أن نتعامل بحدود قدرنا وقيمتنا علي أولى منا بأنفسنا صاحب الأمر كذلك ما المراد من هذا المضمون لن أقف طويلا لكنني سأعرض لكم ما جاء في بعض زياراتهم الشريفة في مقدماتي زيارة وارث لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في مقدماتي زيارة وارث هكذا نخاطب سيد الشهداء السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق إقرار بالرقية هل تعرفون دلالة ذلك الإقرار بالرقية فإن العبد وما في يده وما ملك لمولاه هذا والحديث عن ملك عرفي الحديث هنا عن ملك حقيقي فالعبد هنا عقله وقلبه وقلبه ملك لسيده ومن هنا اشترط علينا أن لا ندخل في عقولنا وفي قلوبنا علما من غيرهم وأن لا نحرك العقول والقلوب بفهم من دون قواعد فهمهم فنحن ملك لهم العبد وما ملك العبد وما في يده لمولاه هذا في العبودية العرفية في التملك العرفي لمولى العبد لعبده فهو لا يستطيع أن يتملك عقله ولا يستطيع أن يتملك قلبه لكننا نتحدث عن سيد هنا يختلف عن الأسياد العرفيين هؤلاء هم السادة الحقيقيون فهم يملكون قلوبنا وعقولنا يملكون إدراكنا أعطونا حرية في التصرف لكنهم وضعوا لنا القوانين أن نتصرف ضمن ما يريدون ولذا اشترط علينا رسول الله أن لا نأخذ التفسير إلا من عليين وأن لا يكون الفهم إلا من عليين لماذا؟ لأن العقول والقلوب هي ملك لهم ما هو هذا الذي تعنيه هذه الكلمات في زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه الرقية هنا ما هي برقية عرفية فالحسين صلوات الله وسلامه عليه متى اشترانا من سوق النخاسة هذه رقية حقيقية هذه رقية بسبب أننا من فاضل طينتهم هذه طينته طينته عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالريق والتارك للخلاف عليكم والموالي لوليكم والمعادي لعدوكم أنا لا أملك وقتا فهذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل في القول الرقية والعبودية هنا لها دلالة عميقة جدا نحن لا نتحدث عن عبودية عرفية ولا نتحدث عن رقية عرفية هذه عبودية حقيقية ورقية حقيقية ولذا نحن تحدثنا عن آبائنا وعن أمهاتنا لو كانت القضية عرفية فبإمكان آبائنا وأمهاتنا أن يعترضوا علينا على أي أساس جعلتمونا عبيدا من قال إننا نرضى بذلك هم عبيد بحكم الرقية الحقيقية لو كانت القضية عرفية فلي الحق أن أتحدث عن عبودية عرفية بالنسبة لي وأقول للحسين إني عبدك أما أن أتحدث عن عبودية أبي وأمي والكلام ليس منحصرا بأبي وأمي وإنما بالسلسلة كلها بسلسلة الآباء والأجداد من الطرفين من طرف الوالد والوالدة عبدك عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالريق والتارك للخلاف عليكم والموالي لوليكم والموالي لوليكم والمعادي لعدوكم هذا هو مالكي الذي أباح لي أن أتصرف بعقلي وقلبي هي جزء من ملكيته فهل أسأت التصرف أم أحسنت التصرف ماذا وضعت في هذه الأوعية الأمير يقول لكميل يا كميل القلوب أوعية وخيرها أوعاها هذه الأوعية ماذا وضعنا فيها لقد ملئت خراء من خراء النواصب جاءنا به هؤلاء الثولان الأغبياء في حوزة الطوس ملأنا هذه الأوعية التي نحن أكرمنا من مالكها الأصل أن نتصرف فيها أعطانا الحرية في التصرف فماذا فعلنا فيها ملأناها خراء بسبب هؤلاء الغبران آيات الله العظمى آيات الشيطان العظمى آيات الأمويين العظمى ولذلك الإمام الصادق يقول عن أكثرهم من أنهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء آيات آيات أمية العظمى ومن زيارة وارث هذا الكلام في زيارة وارث اقرأوا أنا قرأته عليكم من مفاتيح الجنان ولا كأنكم قرأتموا ولا كأنكم سمعتم به ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر وتذكروا من أن القراءة التي لا خير فيها فالقارئ أيضا لا خير فيه فهؤلاء مراجعكم لا خير فيهم وأنا وإياكم لا خير فينا لأننا نقرأ من دون تدبر من زيارة وارث نذهب إلى دعاء الاستئذان لزيارة السرداب الشريف بشكل خاص ولزيارة مشاهدهم جميعا الاستئذان لدخول المشاهد الشريفة جاء مذكورا في باب آداب الزيارة قبل زيارة النبي والزهراء صلى الله عليهما وآلهما فماذا جاء في هذا الاستئذان وأنت واقف على سرداب الغيبة على بوابة سرداب الغيبة اللهم فأذلنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات هذا استعباد بزيارته المعاني دقيقة جدا ما أنا قلت لكم إنها رقية حقيقية هذا استعباد بطقوس هي من شؤون التأدب معهم فكيف سيكون الكلام مع ذواتهم المقدسة اللهم فأذلنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات الملائكة طرا من الكروبيين وما فوق الكروبيين إلى كل الملائكة إلى الروح الذي هو أعظم من الملائكة إلى قطان الملأ الأعلى مستعبدون بزيارة السرداب صاحب الأمر بزيارة مشاهدهم أنا أتحدث في أجواء ثقافة العترة النواصب يستهزئون بكلام هذا وبن نجف بن طوسي لا يعجبهم هذا الكلام إن لم يستنكروه كما يفعل النواصب لأن هذه النصوص ضعيفة وليست صحيحة بنظرهم بحسب قذارات منهجهم النجفي القذر الناصبي الطوسي اللهم فأذلنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات وأرسل دموعنا بخشوع المهابة وذل الجوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة ذل الجوارحنا تذليل الجوارح يأتي متفرعا عن تذليل الجوانح وأنا قلت لكم العقول والقلوب هي هذه الجوانح إنها ملك لسيدها وهو الذي أباح لنا التصرف في ملكه هذا وذل الجوارحنا هذه الجوارح لن تكون بهذا الوصف ما لم تكن الجوانح العقول والقلوب بهذا الوصف ما لم نذللها لسيدها وكيف نذللها نذللها عبر العقيدة السليمة ابحثوا عن عقيدتكم السليمة أنا أعينكم هنا بطرح العقيدة السليمة بين أيديكم لا أطالبكم أن تتبعوني ولا أن تصدقوا كلامي دققوا النظر فيه حتى تصدقوا هذه العقائد لا شأن لكم به قد أكون مخطئا قد أكون مصيبا أنا مسؤول عن نفسي وأنتم مسؤولون عن أنفسكم هذه الجوارح لن تذلل حتى تذلل الجوانح والجوانح لن تذلل إلا بالعقيدة السليمة حين نعرف إمام زماننا فبعد ذلك نستطيع أن نتعامل معه ولو بأقل ما يمكن من التعامل الصحيح وأرسل دموعنا بخشوع المهابة وذل الجوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر